بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الفتر المبارك وأكد الفريق أول محمد زكي خلال البرقية أن رجال القوات المسلحة يجددون العهد على أن يظلوا أوفياء لقصم الولاء للوطن حرسا للأرض والإرادة عاملين على أن تمتلك القوات المسلحة من أسباب العلم والقوة ما يعزز من قدرتها ودورها الوطني في الدفاع عن الوطن ومقدراته وتاريخه الحضري العريق كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة برقية تهنئة مماثلة لرئيس السيسي بهذه المناسبة